طلق وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي تقريرا عن الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل التورع حيث تم الانتهاء من تأهيل تورع بأطوال تصل إلى 2017 كم بمختلف محافظات الجمهورية وأنه يجرى العمل على تنفيذ 5514 كم أخرى كما تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل تورع بأطوال تصل إلى 702 كم تمهيدا لترحيها على المقاولين ليصل بذلك إجمالية أطوال التورع التي شملها المشروع إلى 8233 كم حتى تاريخه في إطار المرحلة الأولى من المشروع والتي ستنتهي بحلول منتصف العام القادم